هذه هي الحلقة السابعة من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة في الحلقة الماضية أجبت على سؤالين يرتبطان بالصلاة السؤال الأول عن صلاة الإجارة بحسب دين العترة الطاهرة وبينت لكم من أن صلاة الإجارة لا يوجد مانع شرعي من الإتيان بها لكنها ليست واجبة على الإنسان لا يجب على الإنسان الذي في ذمته صلوات واجبة وقد قرب رحيله عن الدنيا لا يجب عليه أن يخصص مالاً لأجل أن تقضى صلواته بهذه الطريقة بطريقة صلاة الإجارة ولا يجب على الوراث كذلك أن يخرج هذا المال من أصل التركة إلا إذا أوصى الميت بوصية فحينئذ تنفذ وصية الميت من خلال الثلث لأن الإنسان بعد موته يمكن أن تنفذ وصيته بحدود الثلث من الأموال التي تركها السؤال الثاني كان بخصوص روايات تحدثت عن صلوات إذا ما صلاها الإنسان فإنه سيتخلص من عبئ الصلوات الواجبة التي في ذمته وبينت لكم من أن الروايات هذه ليست حكماً ناسخاً لحكم وجوب قضاء الصلاة إنما هي علاج روحاني وهي مختصة بأولئك الذين لا يستطيعون أن يقوم بواجبهم الشرع من جهة قضاء الصلوات الثابتة في ذممهم مر هذا علينا في الحلقة الماضية هناك سؤال ثالث يأتي في السياق نفسه في مجموعة هذه الأسئلة السؤال الثالث يرتبط ب قضاء الصلوات أيضاً ولكن من جهة ذكر الشهادة الثالثة في المذهب الطوسي ذكر الشهادة الثالثة في التشهد الوسط والأخير يؤدي إلى بطلان الصلاة هذا في المذهب الطوسي الذي هو مذهب مراجع النجف وكربل في دين العترة الطاهرة فإن الشهادة الثالثة يجب ذكرها في التشهد الوسط والأخير وبهذه النية بنية الوجوب القطعي يجب وجوباً قطعياً أن تذكر الشهادة الثالثة في التشهد الوسط والتشهد الأخير في الصلوات اليومية وسائر الصلوات لكن الحديث يتركز على الصلوات اليومية السؤال بهذا الخصوص الذين بدأوا يصححون صلاتهم حيث يذكرون الشهادة الثالثة بعنوان الوجوب في التشهد الوسط والأخير في الصلوات اليومية ما هو موقفهم من صلواتهم السابقة الصلوات التي صلوها بحسب المذهب الطوسي من دون ذكر الشهادة الثالثة وكانوا يعتقدون بحسب المذهب الطوسي أن ذكر الشهادة الثالثة يبطل الصلاة أن ذكرها في التشهد الوسط والأخير يؤدي إلى بطلان الصلاة مثل ما يفتي مراجع النجفي وكربلة الجواب إذا كان المكلف إذا كان الإنسان على دين العترة وجاء بصلواته الواجبة من دون ذكر الشهادة الثالثة بعنوان الوجوب القطع في التشهد الوسط والأخير يجب عليه القضاء وإذا ما قرب أجله وتحسس معالم ذلك فعليه أن يوصي إلى أوليائه أن يخبرهم من أن في ذمته صلوات كان قد صلاها ولم يذكر فيها الشهادة الثالثة بعنوان الوجوب القطعي في التشهد الوسط والأخير أساسا يجب عليه القضاء وكذلك عليه أن يوصي وأن يبين لأوليائه من بعده إذا كانوا قادرين على قضاء تلك الصلوات يجب عليهم إذا كانوا قادرين لكن لا يجب عليه أن يهيي أمالا كي تقضى عنه تلك الصلوات عن طريق صلاة الإجارة بإمكانه أن يترك مالا لكن لا يجب عليه ذلك ولا يجب على الوراث أيضا إلا إذا أوصى الميت الحي الذي سيصبح ميتا لأن ثلثة التركة هي من مال الميت فعينئذ تؤدى عنه تلك الصلاة من الثلث من ثلث التركة هذا إذا كان على دين العترة وقصر في صلاته أما إذا كان على المذهب الطوسي وصلى صلاته على المذهب الطوسي وبعد ذلك انتقل من الدين الطوسي إلى دين العترة الطاهرة لا يجب عليه القضاء لأنه كان على دين وانتقل إلى دين آخر اليهودي اليهودي الذي يصبح مسلماً على دين العترة الطاهرة لا يجب عليه أن يقضي الصلاة التي كان يجب عليه أن يصليها لو كان على دين محمد الذي هو دين العترة فإن الإسلام هذا الإسلام هو إسلام العترة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا إسلام العترة لا هو بإسلام الصحابة ولا هو بإسلام مراجع النجف وكربلاء الذي هو إسلام الطوسي إسلام شافعي معتزلي عباسي فالذي كان على المذهب الطوسي وانتقل إلى دين العترة لا يجب عليه القضاء هذا السؤال لو وجه لي شخصيا سأتحدث عن حالة الشخصية لو قيل لي الصلوات التي صليتها حينما كنت على الدين الطوسي وما كنت تذكر الشهادة الثالثة بعنوان الوجوب القطعي في التشهد الوسط والأخير في الصلوات الواجبة هل قضيتها هل يجب عليك قضاؤها أقول كلا وكلا وكلا لماذا لأنني كنت على دين آخر المذهب الطوسي دين آخر لا علاقة له بدين العترة الطاهرة فحينما أصبحت على دين العترة الطاهرة أصبحت على دين آخر لا علاقة له بالمذهب الطوسي فما كان من صلوات على المذهب الطوسي هي صلوات باطلة الدين باطل بكله فما قيمة الصلوات الفترة التي قضيتها على دين المذهب الطوسي فترة باطلة الدين باطل العقائد باطلة العبادات باطلة لأنها ليست على دين محمد الذي هو دين العترة الطاهرة فلا يجب القضاء إلا إذا كان الإنسان على دين العترة الطاهرة وصلى من دون ذكر الشهادة الثالثة في التشهد الوسط والأخير بعنوان الوجوب القطع يجب عليه القضاء لأنه قد صلى صلاته وقصر فيها وصارت باطلة بسبب عدم ذكر الشهادة الثالثة وكان على الدين نفسه كان على دين العترة الطاهرة دين المذهب الطوسي على الأقل من وجهة نظري وعقيدتي لا علاقة له بدين محمد صلى الله عليه وآله هذا دين عباسي شافعي معتزلي طوسي بامتياز نحن نقرأ في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه هذه طبعة ذوي القربة وهي الطبعة الأولى قموا المقدسة رواية التقليد رواية التقليد التي تبدأ من الصفحة الحادية والسبعين بعد المائتين وتنتهي عند صفحة الخامسة والسبعين بعد المائتين إنه الحديث الثالث والأربعون بعد المائة في تسلسل أحاديث الكتاب الرواية طويلة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذه رواية مركزية مركزية في دين العترة الطاهرة لأنها تشخص لنا الطريق وتضع النقاط على الحروف بنحو واضح وواضح جدا الرواية تخبرنا عن دين مراجع النجف وكربلاء لأن الأوصافة التي وردت في الرواية تنطبق على المراجع الطوسيين انطباقا كاملا ودقيقا ودقيقا جدا إمامنا الصادق يقول وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا هؤلاء ضعفاء العقول ضعفاء العقيدة بسبب الفكر الناصبي الذي حشر في عقولهم مراجع النجف وكربلاء حشروا الفكر الناصبي في العقل الشيعي في عقول الشيعة وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه فهؤلاء دينهم أضروا من دين الشمر فكيف نقايسه بدين العترة ولذا هم على دين يختلف اختلافا كاملا عن دين محمد صلى الله عليه وآله الذي هو دين العترة الطاهرة هذا كلام العترة الطاهرة هذا كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهم الحديث عن أكثر مراجع النجف وكربلاء بل عن جميعهم لعدم وجود اختلاف فيما بينهم على المنهج فهذا الكلام ينطبق عليهم جميعا وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه لماذا هم أضر انتبهوا لماذا هم أضر لماذا هم أضر إمامنا الصادق يقول فإنهم فإنهم جيش يزيد فإنهم يسلبونهم يسلبون الحسين وأصحابه يسلبونهم الأرواح والأموال وهذا ما فعلوه في يوم عاشورا وللمسلوبين للحسين وأصحابه وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم ولذا نحن نقول لهم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما وهؤلاء الحديث عن مراجع النجف وكربلاء وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا يدخلون الشك والشبهة في دينهم بحسب المنهج الحوزوي الطوسي بحسب علم الكلام بحسب علم أصول الفقه بحسب تفسيرهم للقرآن بحسب رسائلهم العملية الباطلة يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب إذن هؤلاء عندهم دين آخر وهذا يتضح من بقية كلام الإمام لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر المرجع الشيعي المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر لماذا لأنه على دين آخر دققوا النظر في كلام الإمام الصادق لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه وتعظيم الحجة بن الحسن لم يتركه الله لم يتركه لم يترك هذا الشيعي الذي لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر المرجع الشيعي الأعلى إلى المرجع الشيعي الأسفل من شيعة الطوسي ولكنه يقيض له مؤمنا فقيها مؤمنا يقف به على الصواب هذا الصواب هو دين العترة أما دين أولئك المراجع لا علاقة له بدين العترة ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله على المرجع الشيعي الأعلى إلى المرجع الشيعي الأسفل من المراجع الطوسيين من مراجع النجف وكربلا ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة إذن هو على دين أهخار لا علاقة له بدين العترة وهذا هو الذي أقوله وأبينه لكم فحينما كنا نصلي وفقا للدين الطوسي الذي هو دين مراجع النجفي وكربلا ونحن لا نذكر الشهادة الثالثة بعنوان الوجوب القطعي في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة لا يجب علينا قضاء تلك الصلوات لأننا ما كنا على دين محمد صلى الله عليه وآله حينما انتقلنا إلى دين العترة أصبحنا على دين محمد صلى الله عليه وآله وهذا هو منطق الصادق ومنطق إمامنا الحسن العسكري هذه كلماتهم وأحاديثهم ورواياتهم الصريحة الواضحة وهم أضروا الحديث عن مراجع النجف وكربلاء وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه المواصفات المتقدمة تنطبق انطباقا كاملا ودقيقا على مراجع النجف وكربلاء من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل أعتقد أن صورة باتت واضحة وواضحة جدا على الأقل لما يتعلق بمقصودي وما أعتقد به بغض النظري هل تتفقون معي تختلفون معي تلك مشكلتكم لكن الأسئلة توجه إلي وأنا أجيب عليها بحسب ما أعتقد نذهب إلى فاصل هل أتاك حديث الغاشية الآيات الأولى بعد البسملة من سورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة إنها خاشعة بذلها إنها خاشعة بسبب خوفها مما فعلته وارتكبته في الدنيا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع من الآية الأولى بعد البسملة إلى الآية السابعة من سورة الغاشية موطن الشاهد هنا عاملة ناصبة ما المراد من الآية عاملة ناصبة هؤلاء يعملون هذه الوجوه عاملة ولكنهم ناصبون ماذا يقول لنا أئمتنا صلوات الله عليهم هذا هو الجزء الثامن من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة ثلاثمائة وثمانية وعشرين للهجرة وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الثامنة والثلاثين بعد المئة إنه الحديث الثاني والستون بعد المئة بسنده بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا يبالي الناصب صلى أم زنى والناصب ناصبان ناصب سقيفة بني ساعدة وناصب سقيفة بني طوسي مرت علينا رواية التقليد تصف مراجع التقليد عند الشيعة بأنهم ناصبون لا يبالي الناصب صلى أم زنى وهذه الآية نزلت فيهم عاملة الناصبة يعملون يعملون ويتعبون أنفسهم في عملهم ولكنهم لن يوفقوا لن يوفق عاملة الناصبة هؤلاء ناصبون بحسب القرآن وبحسب منطق العترة الطاهرة قرأت عليكم قبل قليل من رواية التقليد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هكذا وصف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة اللم يكن منطبقا على الجميع في زماننا لأنهم على منهج واحد وصف وهؤلاء وصف علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون هذا يظهرونه للشيعة بحسب ما تشتهي الشيعة وإلا فعقائدهم تختلف عن عقائد عوام الشيعة في مسألة البراءة وفي مسألة الولاية مراجع النجف وكربلاء براءتهم العقائدية وولايتهم العقائدية تختلف اختلافا كبيرا عن البراءة والولاية العقائدية عند عوام الشيعة هذه هي الحقيقة التي يعرفها المعممون في الوسط الحوزوي لا يظهرون ذلك لكم لكن الحقيقة هي هذه عاملة ناصبة مثال إنه الحديث الثالث والستون بعد المئة مباشرة بعد هذا الحديث لا يبالي الناصب صلى أم زنا وهذه الآية نزلت فيهم عاملة ناصبة تصلى نارا حامية الحديث الذي يأتي بعد هذا الحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو أن غير ولي علي أنا أسألكم وأجيبوني بصدق الذي يصلي ولا يذكر علي في صلاته وعلي هو الذي يقول أنا صلاة المؤمنين وصيامهم هذا كلام علي ولا مجال للشك فيه على الأقل بالنسبة لي ولمن يوافق ني الذين يصلون ولا يذكرون علي في صلواتهم في التشهد الوسط والأخير ويبقى تشهد التوحيد وتشهد النبوة ناقصا اليوم أكملت لكم دينكم بصريح القرآن يبقى التشهد الأول والتشهد الثاني ناقصا وهم مع ذلك يعتقدون بحسب فتاوى مراجعهم الطوسيين من أنهم لو ذكروا عليا لبطلت صلواتهم هل يقال لهذا ولي عليا قد لا يقال له عدو عليا ولكن لا يقال له ولي عليا هو يحب عليا لكن عقيدته لكن الأحكام التي يتبعها تخالف عليا لا يقال له عدو عليا لأنه يحب عليا لكنه لا يقال له أيضا ولي عليا ولذا فإن الحديث يكون شاملا له لأن الإمام ما قال من أن عدو عليا قال لو أن غير ولي عليا وهذا الحال ينطبق على الشيعة أيضا لأنهم يتبعون مراجعا نقضوا بيعة الغدير والذي ينقض بيعة الغدير ما هو بولي لعلي وإن أظهر الاعتقاد بها بلسانه لأن مضمون بيعة الغدير اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصر واخذ من خذله وإلى هذا أشار إمام زماننا في الرسالة التي وصلت إلى المفيد سنة أربعمية وعشر للهجرة وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة آنذاك ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة وماذا فعلوا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم العهد المأخوذ بيعة الغدير نقضوا بيعة الغدير في تفسير القرآن وفي استنباط العقائد وفي استنباط الأحكام والفتاوى لأنهم ذهبوا راكضين إلى العيون الكدرة التي نهانا عنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فهؤلاء لا ينطبق عليهم أنهم أولياء عليهم قد لا ينطبق عليهم أنهم أعداء عليهم لكن لا ينطبق عليهم أنهم أولياء علي ولذا إمامنا الصادق يتحدث عن هذه الأصناف لو أن غير ولي علي يدخل تحت هذا العنوان عدو علي ويدخل تحت هذا العنوان الطوسيون الذين لا يعادون علي ولكنهم ما هم بأولياء ما هم بأولياء علي صلوات الله وسلامه عليه لو أن غيره ولي علي أتى الفرات وقد أشرف ماءه على جنبيه كان النهر ممتلئا فياضا بالماء وقد أشرف ماءه على جنبيه وهو يزخ زخيخا الماء يتدافع يجري فتناول بكفه وقال بسم الله فلما فرغ قال الحمد لله كان دما مسفوحا أو لحم خنزير لقد جاء بعمل صحيح أولا استعمل كفه لم يستعمل آنية نجسة استعمل كفه وحينما أدخل كفه إلى الماء حتى لو كان كفه متنجسا فإنه سيطهر هذا ماء جاري ماء كثير جاري ماء أدخل كفه إلى الماء حتى لو كان كفه متنجسا متسخا سيطهر وحمل الماء بكفه ثم قال بسم الله ثم ثم تناول الماء وبعد أن فرغ من تناوله قال الحمد لله لقد جاء بالعمل الصحيح لكن النتيجة ما هي كان دما مسفوحا أو لحم خنزير المضمون المضمون هو هو لا يبالي الناصب صلى أم زنى وهذه الآية نزلت فيهم عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية يعملون ولكنهم ناصبون هذا هو الدين الإبليسي إبليس رفض السجود لأبينا آدم وأراد أن يسجد لله آلافاً من السنين طرده الله ولعنه الحكاية هي هي طرده ولعنه وسيدخله جهنم ويدخل أتباعه جهنم المنطق واحد هكذا قال الله لإبليس يا إبليس إني أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث أنت تريد وهذا هو الذي فعلته سقيفة بني ساعد ذهبت إلى ما تريد وتركت ما يريد الله وهذا هو الذي فعلته سقيفة بني طوسي ذهبت إلى ما تريد إلى ما يريد الطوسي إلى ما يريد العباسيون وتركوا ما يريده محمد وآل محمد لو أن غير ولي علي أتى الفرات وقد أشرف ماءه على جنبيه وهو يزخ زخيخا فتناول بكفه وقال بسم الله فلما فرغه قال الحمد لله كان دما مسفوحا أو لحم خنزير عاملة ناصبة كونوا منصفين كونوا منصفين إن كنتم من الشيعة الطوسيين أو من شيعة السقيفة بني ساعد كونوا منصفين هذه الآية عاملة ناصبة هل تجدون لها تفسيرا أدق من هذا التفسير وماذا بعد لازلت أقرأ من الجزء الثامن من الكاف الشريف في الصفحة الرابعة والسبعين بعد المئة إنه الحديث التاسع والخمسون بعد المئتين حديث طويل سأذهب إلى موطن الحاجة منه عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عن أبيه الباقر الإمام يتحدث مع شيعته إلى أن يقول كل ناصب وإن تعبد واجتهت منسوب إلى هذه الآية عاملة ناصبة تصلى ناراً حامي كل ناصب من نواصب سقيفة بني ساعد أو من ناصب سقيفة بني ساعدة أو من ناصب سقيفة بني ساعدة الأئمة هم الذين تحدثوا عن القسمين من هؤلاء النواصب هناك نواصب سقيفة بني ساعدة وهناك نواصب الشيعة نواصب سقيفة بني طوسي إنهم أتباع المذهب الطوسي كل ناصب وإن تعبد واجتهد منسوب إلى هذه الآية عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية فكل ناصب مجتهد فعمله هباء هذا ما هو كلام هذا الكافي وهذه كلمات أئمتنا الناصب ناصبان ناصب سقيفة بني ساعدة وناصب سقيفة بني طوسي وقد قرأت عليكم قبل قليل الإمام الصادق يصف مراجع التقليد عند الشيعة على المذهب الطوسي القذر من أنهم نواصب قد يقول قائل من أن المذهب الطوسي نشأ بعد الإمام الصادق أنا أتحدث عن الأوصاف التي تحدث عنها إمامنا الصادق في الرواية والتي تنطبق بدرجة مئة بالمئة على مراجع النجف وكربلاء في زماننا على جميعهم على جميعهم لأنهم جميعاً على منهج واحد على المنهج الطوسي الشافعي المعتزلي العباسي كل ناصب وإن تعبد واجتهد اجتهد بذل غاية جهده في العبادة والطاع وإن تعبد واجتهد مر علينا الأمر سواء صلى أم زنا عاملة ناصبة يعملون ولكنهم نواصب فماذا يجري عليهم عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية كل ناصب وإن تعبد واجتهد منسوب إلى هذه الآية عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية فكل ناصب مجتهد فعمله هباء هباء وماذا يقول إمامنا الباقر شيعتنا ينطقون بنور الله عز وجل ما هو هذا النور الذي ينطق به شيعتهم شيعتنا ينطقون بنور الله عز وجل هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه فما أحلى أسماءكم سادتي آل محمد فما أحلى أسماءكم وأكرم أنفسكم وأعظم شأنكم وأجل خطركم الخطر المنزلة العالية وأجل خطركم وأوفى عهدكم وأصدق وعدكم كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق والرفق وقولكم حكم وحتم ورأيكم علم وحلم وحزم إن ذكر الخير كنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه سادتي أنتم أنتم هكذا وأجل من هكذا وأعظم من هكذا أنتم أنتم ماذا قلنا لهم كلامكم نور كلامكم نور وهذا الذي يتحدث عنه إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه شيعتنا 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 ينطقون بنور الله عز وجل ومن يخالفهم ومن يخالفهم من نواصب سقيفة بني ساعدة ومن نواصب سقيفة بني طوسي ماذا يفعلون ومن يخالفهم ينطقون بتفلت إنني أقرأ من الكافي من الجزء الثامن ومن يخالفهم ينطقون بتفلت التفلت هو منطق الجهل هو منطق السفاهة هذا هو منطق التفلت ماذا يحدثنا تفسير إمامنا الحسن العسكري من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة الثالثة والثلاثين إنه الحديث السادس والعشرون عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ولطالما قرأته عليكم في برامج السابقة أمير المؤمنين يخاطبني ويخاطبكم يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا والمنتحلين مودتنا المعتقدين مودتنا يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم وأصحاب الرأي إنهم مراجع النجف وكربلاء إياكم وأصحاب الرأي لماذا يا أمير المؤمنين فإنهم أعداء السنن السنن الأحاديث نحن لا نعرف أناسا هم أشد عداء لأحاديث العترة من مراجع النجف وكربلاء تحت غطاء التحقيق وتحت غطاء الفقاهة وتحت غطاء البحث عن الصحيح يسلطون وسائل الشياطين التي استوردوها من سقيفة بني ساعدة يسلطون سيف إبليس عبر علم الرجال وعلم الحديث وعلم أصول الفقه وعلم الكلام وقواعد التفسير العمري يسلطون كل هذا على حديث العترة الطاهرة هؤلاء هم أعداء السنن يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها هذا هو منطق التفلت تفلتت الأحاديث فماذا حل بديلا عنها حل الرأي حل الرأي المتفلت فهم ينطقون بتفلت هذه الأحاديث يشرح بعضها بعضا كل ناصب وإن تعبد واجتهت منسوب إلى هذه الآية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية فكل ناصب مجتهد فعمله هباء شيعتنا ينطقون بنور الله عز وجل كلامكم نور ومن يخالفهم ينطقون بتفلت هذا التفلت الذي يكون بديلا عن نور الله عن حديث العترة الطاهرة يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها فاتخذوا عباد الله خول عبيدا أدركون 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 بالوثيقة الديخية ما رد أجيب الأسماء واحد قال لي أدر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لنا أخر بابا ما توصل للنوبة هي قال توصل واضمئنم تركبهم يعني بش اشي يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عباردة واحد من الأعلام أقبل خمس سنة قال هي مستعجب مستعجب تركب يعني خلاقا أغميش فيني كما تقول خلاقا أغميش جميع كتبه لأخير حالة السنو فقوش ديخ تعرف ديخ فقوش ونص عباردة كنا على ثقو وكلكم تعرفونا لأنه مارد أجيب الأسماء عربة قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ ومش لأ معلم إجمالي لا هذا الواقع الواقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا هو الله هذا الواقع الشيعة تفلتت من مراجع النجف وكربلاء من المراجع الطوسيين هذا هو حالهم وهذا واقعهم تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها فاتخذوا عباد الله خولا عبيدا وما له دولا المال في جيب الشيعي هو مال صاحب الزمان حينما ينتقل إلى جيب المرجع يتحول إلى مال مجهول المالك هذا مصداق حقيقي لما يتحدث عنه أمير المؤمنين فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب أشباه الكلاب الكلاب أشرف منهم الكلاب حيوانات هكذا خلقت ولكن هؤلاء يذهبون مذهب الكلاب ولذا فإن بلعم ابن باعورا كيف وصف في القرآن شبيها بالكلب ليس كلبا مثله مثل الكلب لأن الكلب يكون أشرف وأطهر منه فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة الصادقين ادعوا أنهم نوابهم وهم من الجهال والكفار والملاعين ومر قبل قليل الإمام الصادق في رواية التقليد يصف مراجع التقليد بأنهم كفار ملبسون وهم من الجهال والكفار والملاعين فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا هذا هو واقع الشيعة منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسس الطوسي المشؤوم مذهبه اللعينة المشؤوم إنه المذهب الطوسي القذر شيعتنا ينطقون بنور الله عز وجل ومن يخالفهم ينطقون بتفلت تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها فاتخذوا فاتخذوا الشيعة حميرا فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا هذه كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا بها إمامنا الحسن العسكري في تفسير القرآن حقائق هذه حقائق علينا أن نتدبر فيها وأن نطبقها على الواقع الذي نعيش فيه هل تنطبق أو لا تنطبق الحكم إليكم احترم عقولكم ودقق النظر في كلمات أئمتكم شيعتنا ينطقون بنور الله عز وجل ومن يخالفهم ينطقون بتفلت مشكلة المذهب الطوسي أن المذهب الطوسي يقعد القواعد ويؤصل الأصول بعيدا عن العترة الطاهرة وبعد ذلك يفرض هذه القواعد وهذه الأصول في أجواء حوزة النجف كيف يقيمون مراجعهم يقولون فلان أصوله قوية أصوله ما هي بأصول العترة الطاهرة وحينما يشخصون الأعلم يقولون فلان هو الأعلم لماذا لأنه الأقوى في علم الأصول وعلى المجتهد هذه الكلمة يبغضها أهل البيت كلمة الناصبية كلمة المجتهد جاءوا بها من نواصب سقيفة بني ساعد من أن المجتهد يجب عليه أن يحرز أصوله قبل كل شيء أن يستخرج قواعده الأصولية قبل أن يمارس عملية الاجتهاد وكلما كان قويا كان عمله متقنا بحسبهم بحسب مقاساتهم كان الأعلم كان الأول كان الأفضل أمور هو ينتجها ويا ليته ينتجها من خلال فهمه الخاص إنه يذهب إلى أصول نواصب سقيفة بني ساعد إما بنحو مباشر أو أنه يذهب إلى الذين سبقوه وأخذوا منهم ومن هناك يأتين بقذاراته وبعد ذلك يقال من أنه قد حقق ما حقق من القواعد الأصولية ومن النظريات الأصولية فصار الأعلم مهزلة في مهزلة في مهزلة هذا هو الواقع شيعتنا شيعتنا ينطقون بنور الله عز وجل ومن يخالفه من يخالف منطق كلامكم نور ومن يخالفهم ينطقون بتفلت كلام كلام أمير المؤمنين الذي مر علينا قبل قليل من هنا قلت لكم من أن دين العترة دين يختلف بدرجة مئة بالمئة عن دين الطوسي فمن كان على دين الطوسي وقصر في صلاته ولم يذكر الشهادة الثالثة في الصلوات الواجبة بعنوان الوجوب القطعي في التشهد الوسطي والأخير وانتقل إلى دين العترة الطاهرة وصحح صلاته لا يجب عليه قضاء الصلوات السابقة لأنه لم يكن على دين محمد صلى الله عليه وآله وإنما كان على دين آخر وهذه حديث العترة واضحة وواضحة جدة الحقائق بين أيديكم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع زبدة القول إنني أقرأ عليكم من رجال الكشي وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي طهران إيران في صفحة الحادية والستين بعد الثلاثمئة إنه الحديث السابع والستون بعد الستمئة بسنده بسند الكشي عن عمار الساباطي قال قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه وأنا جالس فعمار الساباطي كان جالسا في المجلس سليمان بن خالد لم يكن من شيعة إمامنا الصادق وإنما بعد ذلك اهتدى إلى دين العترة الطاهرة كان على دين السقيفة بني ساعده عن عمار الساباطي قال قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه وأنا جالس عمار يقول وأنا جالس هكذا قال سليمان للإمام الصادق إني منذ عرفت هذا الأمر يعني دين العترة إني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين أقضي ما فاتني قبل معرفته قبل أن أكون على دين العترة أقضي الصلوات التي كنت أصليها حينما كنت على دين آخر على دين سقيفة بني ساعدة إني منذ عرفت هذا الأمر عرفت دين العترة أصلي في كل يوم صلاتين أقضي ما فاتني قبل معرفته قبل معرفة دين العترة قال لا تفعل لا تصلي لا تفعل لا تقضي صلاتك أنت ما كنت على دين العترة لو كنت على دين العترة فإنه يجب عليك القضاء إذا كنت مقصرا في صلاتك إذا كان صلاتك باطلة قال لا تفعل فإن الحال التي كنت عليها حينما كنت على دين آخر ما كنت على دين العترة فإن الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة دينك كان باطلا ما قيمة الصلاة دينك بكله كان باطلا فهل تستطيع أن تقضي دينك الباطل الصلاة ما قيمتها الصلاة فرع جزء من الدين كله قال لا تفعل فإن الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة أعتقد أن صورة صارت واضحة هذا هو منطق دين العترة فحينما كنا على الدين الطوسي وهو دين آخر مثلما بينت الروايات وبينت الأحاديث هو دين آخر حينما كنا على الدين الطوسي وكانت صلواتنا باطلة لما لما انتقلنا إلى دين العترة وهو دين آخر لا علاقة له بدين الطوسي لا يجب علينا أن نقضي تلك الصلوات لأن دين كان باطلا من أوله إلى آخره هذا هو منطق العترة الطاهرة والناصب ناصب ناصب سقيفة بني ساعد ونقصب سقيفة بني طوسي نذهب إلى فاصل أعتقد أن الإجابة كانت واضحة سأنتقل إلى السؤال الرابع من مجموعة أسئلة الصلاة السؤال الرابع مضمونه ما حكم الصلاة الذين ماتوا وهم يصلون الصلوات الواجبة من دون ذكر الشهادة الثالثة في التشهد الوسط والأخير بعنوان الوجوب القطعي ما حكم صلواتهم قطعا قطعا إذا كانوا على دين العترة وكانوا يصلون هكذا صلواتهم باطلة وكان يجب عليهم أن يقضوها ولما لم يقضوها فإنه يجب على أوليائهم أن يقوم بهذا الأمر إذا كانوا قادرين على ذلك أما إذا كانوا على المذهب الطوسي وماتوا على المذهب الطوسي دينهم باطل صلاتهم باطلة أيضا وما كان يجب عليهم القضاء بحسب دين العترة الطاهرة لا شأن لي بفتاوى المذهب الطوسي لا يجب عليهم القضاء لأنهم على دين باطل وإنما يجب عليهم أن ينتقلوا إلى دين الحق إلى دين العترة الطاهرة وأن يبدأوا العمل في حياتهم وفقا لدين العترة الطاهرة أما أنهم ماتوا على المذهب الطوسي فتلك مشكلته صلاتهم باطلة لأن دينهم باطل هل يجب أن تقضى عنهم الصلوات لا يجب ذلك لأنهم ماتوا على المذهب الطوسي قد يقول قائل ما مصير هؤلاء هؤلاء هم آباؤنا أجدادنا ما كانوا يعرفون الأمور مراجع النجفي وكربلاء كثير منهم أيضا لا يعرفون الحقيقة لقد خدعهم الذين سبقوهم ومراجع النجفي وكربلاء يقلد بعضهم بعضا هذا الجيل يقلد الجيل الذي قبله وهكذا قليلون أولئك الذين عرفوا الحقيقة واستمروا على ضلالهم كي يحافظوا على الأموال والمناصب لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل التأريخية السؤال ما ذنب هؤلاء ما ذنب آبائنا وأجدادنا كانوا على دين باطل على دين مراجع النجفي وكربلاء وما كانوا على دين العترة لكنهم كانوا يتوقعون أنهم على دين العترة لأن الذين في النجفي وكربلاء ضحكوا عليهم وقالوا لهم من أنكم على دين العترة دين دينهم باطل قطعا أعمالهم باطلة قطعا علينا أن نفرق بين الآخرة وأحكامها والدنيا وأحكامها أحكام الدين في الدنيا لتنظيم حياتنا الدينية في الدنيا ولتنظيم حياتنا الدنيوية في الدنيا أيضا مثل ما مر علينا في حلقة يوم أمس بخصوص الروايات التي تحدثت عن صلوات إذا ما صلاها الذي في ذمته صلوات واجبة كثيرة فإن صلاة واحدة بحسب المواصفات التي تحدثت عنها الروايات ستسقط العبء عن كاهله وبينت ذلك لكم هذا شأن أخروي الشأن الأخروي له خصائصه الشأن الدنيوي له أحكامه بحسب أحكام الدين في الدنيا التي تنظم حياتنا الدينية في الدنيا وحياتنا الدنيوية في الدنيا بحسب هذه الأحكام فإن آباءنا وأجدادنا الذين عاشوا وماتوا على الدين الطوسي عاشوا وماتوا على دين باطل أعمالهم باطلة قطعا حينما يكون الدين باطلا الأعمال كلها باطلة لكن لجهله تأتي الشفاعة هنا الشفاعة على مراتب هناك الشفاعة بمرتبة الرحمة لجهلهم وهذا موجود في أحاديثنا يغفر للجاهل سبعون ذنبا ولا يغفر للعالم ذنب واحد هناك شفاعة الرحمة لجهلهم وإلا فإن دينهم باطل هم ماتوا على ضلال أعمالهم باطلة لكن ذلك لم يكن بسوء نيته بسبب جهلهم وبسبب خداع أولئك اللعناء في النجف وكربل لآبائنا وأجدادنا من أن الذي يقدمونه لهم هو دين العترة وهم لا يعرفون شيئا من دين العترة لا يعرفون إلا الدين الطوسي الباطل هذه هي الحقيقة المقشرة من الآخر تصدقون تكذبون تقبلون ترفضون تلك مشكلتكم لقد أقمت الأدلة والحجج والبراهين والحقائق والوثائق والشواهد والدقائق في مئات ومئات من الساعات عدوا إلى برامجي وستكتشفون الحقيقة ستكتشفونها واضحة جلية كالشمس وهذا الذي أحدثكم عنه هو جزء من هذه الحقيقة لكنني هنا أجيب على أسئلة لذا فإن كلامي سيبقى محصورا بحدود الأسئلة لأن الأجوبة لا بد أن تكون بحدود الأسئلة هذا هو المنطق السليم لكنكم تستطيعون من خلال هذه المعطيات التي أبينها أن تصلوا إلى الحقيقة فهي واضحة هي واضحة لا تحتاج إلى كثير من الجهد لأن الواقع إذا ما نظرنا إليه خصوصا إذا نظرنا إلى واقع مراجع الشيعة من الأموات أو من الأحياء إلى كتبهم إلى عقائدهم إلى مواقعهم الألكترونية فإن القليل من الذكاء والقليل من الثقافة والقليل من الفهم سيعيننا على معرفة الحقيقة واكتشافها من أن القوم لا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد ومن أن آباءنا وأجدادنا ماتوا على دين آخر ماتوا على دين الطوسي إنه دين عباسي شافعي معتزلي لا علاقة له بدين العترة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد فأعود إلى أن الشفاعة على مراتب ومرتبة من مراتب الشفاعة الشفاعة التي تأتي بعنوان الرحمة لجهلهم لجهل الذين تكون الشفاعة شاملة له فآباؤنا وأجدادنا قضوا على دين باطل جهلا بنية ساذجة بنية جاهلة هكذا عاشوا وهكذا ماتوا هذه هي الحقيقة من الآخر قد يصعب هذا عليكم الحقيقة مرة الحقيقة مرة نذهب إلى فاصل الكتاب الذي بين يدي مفاتيح الجنان سأقرأ جملا من الدعاء المروي والذي يقرأ في زيارة إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه سأقرأ بعضا من جمله سيدي الداعي يتوجه إلى الله سيدي سيدي لو علمت الأرض بذنوبي لساخت بي أو الجبال لهدتني أو السماوات لاختطفتني أو البحار لأغرقتني سيدي سيدي لو علمت الأرض بذنوبي بذنوبي لساخت بي أو الجبال لهدتني أو السماوات لاختطفتني أو البحار لأغرقتني إلى أن يقول الدعاء رب رب إني أستغفرك استغفار حياة الدعاء هنا يفصل لنا في مراتب الاستغفار ومثل ما للاستغفار مراتب للشفاعة مراتب مراتب الاستغفار هذه بوابات لمراتب الشفاعة فالاستغفار باب وسيع للشفاعة مراتب الاستغفار بوابات للشفاعة المحمدية العلوية الفاطمية الحسنية الحسينية رب إني أستغفرك استغفار حياة وأستغفرك استغفار رجاء وأستغفرك استغفار إنابة وأستغفرك استغفار رغبة وأستغفرك استغفار رهبة وأستغفرك استغفار وأستغفرك استغفار إيمان وأستغفرك استغفار إقرار وأستغفرك استغفار إخلاص وأستغفرك استغفار تقوى وأستغفرك استغفار توكل وأستغفرك استغفار ذلة وأستغفرك استغفار عامل لك هارب منك إليك كل مرتبة لها خصائصها في مستوى الاستغفار وفي مستوى الشفاعة فكل مرتبة تؤدي إلى مرتبة من مراتب الشفاعة ومراتب الشفاعة ليست محصورة بمراتب الاستغفار هذا الاستغفار باب من أبواب الشفاعة أبواب الشفاعة كثيرة هذا الباب يجتمل على هذه العناوين ولذا فإن الشفاعة تتسع أبوابها وتطرد وتتفرع وتتكاثر باب من أبواب الشفاعة أن الشافعين أن محمدا وآل محمد يرحمون الجاهلين لجهلهم كالذين يدور السؤال عن أحوالهم وأوضاعهم وأستغفرك استغفار عامل لك هارب منك إليك فصل على محمد وآل محمد وتب علي وعلى والدي بما تبت وتتوب على جميع خلقك يا أرحم الراحمين إلى أن يقول الدعاء وأبلغ أئمتي سلامي ودعائي وشفعهم في جميع ما سألتك وأبلغ أئمتي سلامي ودعائي وشفعهم في جميع ما سألتك ومن جملة ما سأل السائل هذا الذي قرأته عليكم من مراتب الاستغفار هذه بوابات إلى الشفاعة وأبلغ أئمتي سلامي ودعائي وشفعهم في جميع ما سألتك الجزء الثامن من بحار الأنوار للمجلس الطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الخمسين إنه كتاب العدل والمعاد باب الشفاعة الحديث السابع والخمسون بسنده عن يونس عن جميل يونس هذا هو يونس ابن عبد الرحمن من أجلة أصحاب الأئم وجميل هذا هو جميل ابن دراج الذي يوصف بأنه أعبد أصحاب الصادق صلوات الله عليه كان شابا في العشرينات جميل هذا جميل جميل على أي حال بسنده بسند المجلسي عن يونس عن جميل قال قلت لأبي الحسن لإمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه قلت لأبي الحسن أحدثهم أحدث شيعة أحدثهم بتفسير جابر إنه جابر الجعفي حامل أسرار الباقر صلوات الله عليه أحدثهم أحدث شيعة بتفسير جابر فماذا قال الإمام لا تحدث به السفلة هؤلاء سفلة لا تحدث سفلة الشيعة لا تحدث به السفلة فماذا يفعلون فيوبخوه يوبخوا جابرا ويوبخوا تفسيره وهذا هو الذي يفعله مراجع النجف في روايات جابر النجاشي هذا الذي يصفونه بأنه أعلم الرجاليين عند الشيعة كذبا وزورا كما يقولون مراجع النجف وكربلا يستنبطون لكم العقائد والأحكام وفقا لتقييمات النجاشي لرواة الحديث هذه الرسائل العملية التي تعملون بها استنبطات وفقا لتقييمات النجاشي لرواة الحديث وهذا أمر يعرفه جميع المعممين من الذين يدرسون لا من المعممين الذين لا يدرسون أكثر المعممين في حوزة النجف وكربلا لا يدرسون أكثرهم لا يدرسون المعممون الذين يدرسون الدروس الحوزوية يعرفون هذه الحقيقة من أن الرسائل العملية التي تعملون بها إنها الرسائل العملية للمراجع تستنبط أحكامها وفقا لتقييمات النجاش لرواة الحديث هو في كتابه الفهرست وهو الاسم الحقيقي لكتاب النجاش إنه فهرست للكتب وللمؤلفين وليس كتابا في الرجال مراجع النجف وكربلا وفي الحقيقة مراجع الحلة زوروا عنوان الكتاب فغير من فهرست النجاش إلى رجال النجاش حتى يكون كتابا في الرجال على أي حال بغض النظر عن الترهات والأكاذيب والتزوير والسرقات التي تعج بها حوزة الطوسي منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وإلى يومنا هذا فإن الفتاوى والعقائدة تستند إلى كتاب النجاشي والنجاشي في كتابه هذا ينكر تفسير جابر بكامله بل ينكر كل كتب جابر وماذا بعد ويصف جابر بالتخليط بفساد العقيدة والدين إمامنا الكاظم يقول لجميل ابن دراج لا تحدث سفلة الشيعة وهذا الكلام يشمل الحديث الواحد لا تحدث حتى بحديث واحد فإنهم سفلة ينكرون حديث جابر وسيسخرون منه ويسخرون من جابر فماذا تقولون للنجاشي الذي أنكر التفسير كله وأنكر كل كتب جابر ووصف جابرا بفساد العقيدة وبالتخليط والتخبيط ماذا تقولون عن النجاشي هذا الذي كل دينكم مأخوذ بحسب تقييماته هذا أسفل السفلة بحسب الأهم بحسب الأهم حينما أقول لكم أنتم على دين لا علاقة له بدين العترة الطاهرة هذا هو دينكم كذبوني كذبوني لن تستطيعوا أن تكذبوني لأن الذي أقوله لكم الحقيقة بعينها 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 عن يونس عن جميل قال قلت لأبي الحسن لإمام الكاظم أحدثهم بتفسير جابر قال لا تحدث به السفلة فيوبخوه لا تحدث السفلة الشيعة يتبين من هذا أن مراجع الشيعة هم السفلة هم السفلة لأنهم أنتجوا دينا وفقا للنجاش والنجاش هو أسفل 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 إلى أن ينقطع النفس أسفل السفلة لا تحدث به السفلة فيوبخوه أما تقرأ إن إلينا إيابه ثم إن علينا حسابه قلت بلى قال إذا كان يوم القيامة وجمع الله الأولين والآخرين ولانا حساب شعتنا فما كان بينهم وبين الله حكمنا على الله فيه فأجاز حكومتنا وما كان بينهم وبين الناس استوهبناه منهم فوهبوه لنا وهناك روايات تتحدث عن أسلوب آخر في تعامل الأئمة من أنهم يعطوا الآخرين حتى يرضوا عن شعتهم وهذا العطاء إذا كان الآخرون من أهل جهنم يخففون عنهم العذاب وإذا كان الآخرون من أهل الجنة يزاد في عطائهم وما كان بينهم وبين الناس استوهبناه منهم فوهبوه لنا وما كان بيننا وبينهم فنحن أحق من عفى وصفح هذه مراتب من مراتب الشفاعة الروايات كثيرة عن الشفاعة في الباب هذا فقط في هذا الباب فقط ولم يجمع المجلس كل النصوص ولكن في الباب هذا فقط الذي عنوانه باب الشفاعة جمع المجلس ستا وثمانين من الأحاديث والروايات في شفاعة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم إنما أوردت هذه الرواية على سبيل الأنموذج للتبرق وللتبصر بجانب من جوانب معانيها إذا كان يوم القيامة وجمع الله الأولين والآخرين ولانا حساب شيعتنا فما كان بينهم وبين الله حكمنا على الله فيه فأجاز حكومتنا وما كان بينهم وبين الناس استوهبناه منهم فوهبوه لنا وما كان بيننا وبينهم فنحن أحق من عفى وصفح إذن هذه الرواية أوردتها على سبيل الأنموذج للتبرك لذكر حديثهم في باب الشفاعة وإلا فلم أوردها للاستدلال بها لأنني إذا أردت أن أورد الأحاديث بخصوص الشفاعة للاستدلال بها سيحتاج إلى وقت طويل يمكنكم أن تعودوا إلى هذه الروايات في هذا الجزء في الجزء الثامن من بحار الأنوار للمجلس باب الشفاعة ما يقرب من تسعين حديثا من أحاديث شفاعة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعود إلى كلامي فيما يرتبط بخصوص حال آبائنا وأجدادنا الذين كانوا على الدين الطوسي وماتوا على الدين الطوسي دينهم باطلون أعمالهم باطلة لا يجب القضاء عنهم نستطيع أن نعمل الأعمال ونرسل ثوابها إليه نستطيع أن نستغفر وأن نستغفر وأن نستغفر عنهم ولهم ونستطيع أن نصلي عنهم لكن ذلك لا يجب علينا لأنهم ماتوا على الدين الطوسي لم يموتوا على دين العترة الطاهرة وعباداتهم كانت باطلة حينما كانوا على دين الطوسي لو كانوا على دين العترة وكانت عباداتهم باطلة بسبب تخصيرهم يجب عليهم القضاء في حياتهم ويجب على أوليائهم القضاء عن أمواتهم إذا كانوا قادرين على ذلك بعد موتهم قطعا مصيرهم مصيرهم إلى رحمة محمد وآل محمد رحمتهم أوسع مما نتصور رحمتهم رحمة الله الله سبحانه وتعالى يظهر رحمته الواسعة التي تسع كل شيء من خلالهم من خلال حكومتهم في يوم القيامة من خلال شفاعتهم من خلال رأفتهم الجنة أبوابها ثمانية كما يحدثنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه باب للأنبياء والصديقين باب للشهداء والصالحين خمسة أبواب لشيعتنا للذين على دين العترة وباب لمن قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله قد لا يكون مسلما من أي ديانة قد لا يكون على دين من الأديان لمن قال لا إله إلا الله وليس في قلبه ذرة من بغضنا أهل البيت هذا الباب الثامن من أبواب الجنان كم سيدخل في هذا الباب رحمة واسعة رحمة واسعة حينما يكون التشديد في الكلام التشديد في الدنيا حينما يكون التدقيق والتنقير في أحكام الدين في الدنيا لأن الدين يريد أن ينظم حياتنا وأن يخرجها من السفاهة والتفاهة التي تهيمن على العالم الدنيوي أما في الآخرة فإن الشأن سيكون مختلفا جدا هناك الرحمة الواسعة لكن هذا لا يعني أن يكون تبريرا لأخطائنا نخطئ ونذنب ونقع في المعصية لكن يجب علينا أن نكون في هذا الحد أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يؤدبوننا حتى في حال المعصية يضعون لنا نظاما وميزانا وأخلاقا ونحن في حالة المعصية دعاء أبي حمزة الثمالي وأقول لمن يتابعنا من السنة انظروا إلى هذه الكلمات هذا أدب أئمتنا وهذا دين أئمتنا إنه دين العترة في دين العترة هناك نظام أخلاقي حتى ونحن في حال المعصية إمامنا السجاد يعلمنا هذا الدعاء أن نعيش هذه الحالة أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء والله نحن هكذا والله نحن هكذا أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء حيث لا يوجد ناظر من الناس ينظر إلي أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملاء ولا ألتفت إليك إذا كنت بين الناس كل نظري وهمي الناس أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملاء أنا صاحب الدواهي العظمى أنا الذي على سيده اجترا أنا أنا عصيت جبار السماء أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا والله نعنو هكذا ندفع الأموال ونبذل الجهود رشا لأجل المعصية وهذا له صور كثيرة في حياتنا نضحك على أنفسنا في بعض الأحيان أننا نعمل الخير أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى بشارة بشارة بشرت أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى أنا الذي أمهلتني فما رعويت فما رعويت فما رعويت فما انتهيت وما استحييت منك وأنت تمهلني أنا الذي أمهلتني فما رعويت وسترت علي فما استحييت في أحاديث العترة من أن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يختلي بالمؤمن فيما بينه وبينه الروايات هكذا تخبرنا ويقول له يا عبدي ألم أنهك عن كذا وكذا لماذا فعلت كذا وكذا فيما بينه وبينه ألم أحذرك من كذا وكذا لماذا فعلت كذا وكذا وبعد ذلك يحفو عنه ويستره ولا يظهر هذا على رؤوس الخلق فيما بينه وبينه أنا الذي أمهلتني فمرعويت أي إله هذا وأية أخلاق هذه أنا الذي أمهلتني فمرعويت وسترت علي فما استحييت وعملت بالمعاصي فتعديت وأسقطتني من عينك فما هباليت هذه الوقاحة هذه الوقاحة بتمام معناها أي وقاحة هذه وأسقطتني من عينك فما باليت فبحلمك أمهلتني وبسترك سترتني حتى كأنك أغفلتني ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحييتني فبحلمك أمهلتني وبسترك سترتني حتى كأنك أغفلتني ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحييتني إلهي 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 لم أعصك حين عصيتك وحق الزهراء هكذا إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحت ولا بأمرك مستخف ولا لعقوبتك متعرض ولا لوعيدك متهاون لكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي وغلبني هواي وأعانني عليها شقوتي وغرني سترك المرخى علي فقد عصيتك وخالفتك بجهدي فالآن فالآن من عذابك من يستنقذني ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني لم يبقى لنا إلا حبل الحسين إلا حبل الحسين كلنا 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 أبواب النجاة وباب الحسين أوسع وكلنا كلنا كلنا سفن النجاة وسفينة الحسين أسرع يا حسين يا حسين يا حسين نذهب إلى فاصل من هنا يتضح لنا السر في وجود عدد كبير من الأحاديث المعصومية التي تدقق في أمر الدين وتؤكد تأكيدا شديدا هذا هو نظامهم الديني لحياتنا الدنيوية وكذلك هناك الكثير من الأحاديث المعصومية التي تخبرنا عن الرحمة الواسعة يوم القيامة ذلك الشأن الأخروي نحن لسنا مسؤولين في دنيانا عن الشأن الأخروي نحن مسؤولون عن النظام الديني الذي يدقق وينظم ويشخص ويحدد ويعين لنا ماذا نفعل وماذا نقول هذا هو دين العترة الطاهرة إذا أردتم أن تكونوا عليه ذكر علي يجعلني أعود إلى الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة لأن الكلام كان بخصوص ذكر علي في الصلوات الواجبة بحسب دين العترة الطاهرة بحسب الدين الطوسي بحسب مراجع النجف وكربلاء ذكر علي في الصلوات الواجبة يبطل الصلاة بحسب دين العترة الطاهرة ذكر علي في الصلوات الواجبة زينة لها شرف لها طهارة لها سر قبولها ذكره واجب قطعا في التشهد الوسط والأخير في الصلوات الواجبة وغيرها وهو سر قبولها يا أيها الرسول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واضح في ثقافتنا الشعية فإن الآية في بيعة الغدير في علي في علي في علي في علي حتى ينقطع النفس وبعد انقطاع النفس وليذهب أعداء علي إلى الجحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين الدين بكله يساوي صفرا من دون علي فكيف تصبح الصلاة بطلة بذكر علي ألا تف على هذا الدين الذي يصدر هذه الفتاوى ألا تف على هذه الرسائل العملية التي تعلمكم هذه الصلاة الدين بكله يساوي صفرا من دون علي هذا قرآن قرآن هذا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الرسالة تساوي صفرا لا معنى لها من دون علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين الذين كفروا بولاية علي الذين كفروا ببيعة الغدير الآية واضحة ولا أريد أن أطيل الوقوف عندها هذا هو الجزء الثالث من الكاف الشريف للكلين المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه طبعة دار التعارف بيروت لبنان إنه الباب 168 صفحة 257 الحديث السادس عشر بسنده بسند الكليني عن إمامنا الصادق عن الباقر صلوات الله عليهما قال قال رسول الله إمامنا الباقر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله لكل شيء وجه لكل شيء وجه ووجه دينكم الصلاة فهل يعقلوا أن وجه الدين يكون ناقصا هذا هو الدين الدين هذا وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الدين بكله يساوي صفرا من دون علي والصلاة وجه هذا الدين أين علي فيها أين علي فيها هذا كلام الله وهذا كلام رسول الله يا أيها الرسول الله هو الذي يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الدين يساوي صفرا من دون علي فكيف يكون وجه الدين صورته الدين علي يبطله كيف يكون ذلك ألا تفعل دين الطوسي رسول الله هو الذي يقول لكل شيء وجه ووجه دين كم الصلاة فلا يشينن أحدكم وجه دينه هل هناك من شيء أن نحذف ذكر علي وأن نقول بأنه يبطل الصلاة هل ذكر علي يشين الصلاة ماذا تقولون أنتم ذكر علي يبطل الصلاة يشينها والله لا أجد من العبائر ما أستطيع أن أسجل به براءتي وغضبي واستيائي من هذا الدين الطوسي النجس ومن فتاوى مراجعه النجس هذا هو كلام الله واضح صريح وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الدين من دون علي يساوي صفرا فكيف نتخيل صورة الدين خارطة الدين وجه الدين من دون علي لكل شيء واج ووجه دينكم الصلاة فلا يشين أن أحدكم وجه دينه أين علي في الصلاة في وجه ديننا علي هو ديننا فأين هو في الصلاة التي هي صورة لديننا ونقرأ أيضا في الباب نفسه صفحة 256 إنه الحديث التاسع بسنده بسنده بسند الكليني عن العيص بن القاسم قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه والله إنه ليأتي على الرجل خمسون سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة يتحدث عن الشيعة هنا ولا تحدث عن نواصب سقيفة بني ساعدة أولئك دينهم باطل أساسا وكل ما يتعلق به باطل على حد سوى صلى أم زنة والله إنه ليأتي على الرجل خمسون سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة فأي شيء أشد من هذا والله إنكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها إن الله عز وجل لا يقبل إلا الحسن فكيف يقبل ما يستخف به حينما لا نذكر عليا في الصلاة ونقول ونقول وأي قول هذا أي كفر هذا من أن ذكر علي يبطل الصلاة أي كفر هذا هل هذا أمر حسن أوضح مصداق من مصاديق الاستخفاف بالصلاة هو هذا والله والله إنكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم تعرفون صلاته ما قبلها من لاستخفافه بها إن الله عز وجل لا يقبل إلا الحسن فكيف يقبل ما يستخف به فهل يقبل الله الصلاة التي لا تحسن ولا تجمل ولا تزين بذكر علي علي زينة الصلاة علي جمالها علي رونقها وبهاؤها علي سر قبولها علي معدن طهارتها الذي لا يذكر علي يستخف بصلاته ويستخف بعلي صلوات الله وسلامه عليه وماذا نقرأ أيضا من الباب نفسه صفح 255 إنه الحديث الرابع بسنده بسند الكليني عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه يقول كل سهو في الصلاة يطرح منها كل سهو في الصلاة يطرح منها أي أن الصلاة تصعد ناقصة إذا ما حدث فيها السهو والمراد من السهو هنا سهو القلب وليس المراد السهو في أجزاءها في أجزاء الصلاة إذ أن السهو في أجزائها قد يؤدي إلى بطلانها فلا تكون هناك صلاة وإنما المراد من السهو هنا سهو القلب كل سهو في الصلاة يطرح منها المضمون الذي جاء في كلماتهم لك من صلاتك ما أقبلت عليه فما أقبلت عليه من صلاتك يكتب لك وما أدبرت عنه من صلاتك لا يكتب لك هو هذا يطرح من الصلاة هذا إذا كانت الصلاة صحيحة ووفقا للدين الصحيح كل سهو في الصلاة يطرح منها غير أن الله تعالى يتم بالنوافل إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة فإن قبلت قبل ما سواها قبل ما سواها من العبادات الأخرى إذا كانت الصلاة باطلة فإن الصيام باطل أيضا وهكذا إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة فإن قبلت قبل ما سواها إن الصلاة إذا ارتفعت في أول وقتها قطعا ارتفعت بحدودها التي يريدها الله إن الصلاة إذا ارتفعت في أول وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول حفظتني حفظك الله تدعو له صلاته وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول ضيعتني ضيعك الله أسأل الشيعة بالله عليكم قارنوا بين صلاتين بين صلات تتزين بذكر علي في تشهدها الوسط والأخير كيف تتلقاها الملائكة وبين صلات يحذف منها ذكر علي والمصلي يعتقد بحسب مرجعه الأثول في النجفي وفي كربلة من أنه لو ذكر علي فإن صلاته ستكون باطلة كيف تتلقاها الملائكة الصلاة الأولى بحسب أحاديث العترة الطاهرة الصلاة الثانية بحسب فتاوى المراجع الطوسيين ذكر علي في التشهد الوسط والأخير بعنوان الوجوب القطعي هذا بحسب دين العترة وقد أثبت هذا من قرآنهم ومن أحاديثهم تريدون آية من القرآن هذه آية من القرآن والله سأرغم بها أناف الشيعة والسنة سورة المعارج الآية الثالثة والثلاثون بعد البسملة والتي بعدها والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون شهادات جمع وأقل الجمع ثلاثة شهادة التوحيد وشهادة النبوة وشهادة الولاية هذه ما هي شهادات في المحاكم نحن نعيش ونموت ولا نذهب إلى المحاكم كي نؤدي الشهادات الآية تتحدث بصيغة اسم الفاعل قائمون يعني نحن نعمل بها في الحاضر وهو مستمر إلى المستقبل والذين هم بشهاداتهم قائمون هذه ما هي بشهادات المحاكم والقرينة واضحة الآية التي بعدها والذين هم على صلاتهم يحافظون الشهادة الأولى والثانية والثالثة في أي موضع من الصلاة يمكن أن تذكر هذه الشهادات في سورة الفاتحة أم في التشهد الوسط والأخير هذا هو محلها قرآن صريح واضح دين الخيبة والفشل دين الطفسيين قرآن صريح نحن لا نتحدث عن روايات هنا هذا قرآن والذين هم بشهاداتهم قائمون شهادات جمع بالألف والتاء أقله ثلاثة إنها شهادة التوحيد وشهادة النبوة وشهادة الولاية تلك التي من دونها يصبح الدين صفرا كما مر علينا في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة والذين هم بشهاداتهم قائمون قائمون جمع لقائم صيغة فاعل تدل على الحضور مع استمرار الحاضر إلى المستقبل قائم متجسد والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون الآية ما قالت والذين هم بصلاتهم قائمون مع أن الصلاة يجب القيام بها لأن القيام بالصلاة هو بذكر الشهادة الثالثة وهو منطق الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فما قمت برسالته هذا هو معناها والأمر هو هو في الصلاة فإن لم تأتي بذكر علي فإنك ما قمت بالصلاة فإنك ما قمت بالصلاة ماذا يقول لنا إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه في تفسيره الشريف من الطبعة نفسها صفحة خمسمية وأربعة وستين من حديث طويل وأقام الصلاة حديث طويل مفصل وأقام الصلاة قال والبر هذا يعود بنا إلى الآية التي يتحدث الإمام عنها لا أجد وقتا كي أذكر لكم الآية وسائر التفاصيل الأخرى أذهب إلى موطن الحاجة وأقام الصلاة قال والبر بر من أقام الصلاة بحدودها أقام الصلاة بحدودها وعلم أن أكبر حدودها الدخول فيها والخروج منها معترفا اعتراف لساني معترفا معترفا بفضل محمد سيد عبيده وإمائه والموالات لسيد الأوصياء وأفضل الأتقياء علي سيد الأبرار وقائد الأخيار وأفضل أهل دار القرار بعد النبي الزكي المختار ماذا تقولون ماذا تقولون هذا هو القرآن وهذه أحاديثهم ألا تف على دين مراجعكم وأقام الصلاة قال والبر بر من أقام الصلاة بحدودها وعلم أن أكبر حدودها أن أكبر حدود الصلاة وعلم أن أكبر حدودها الدخول فيها الدخول في الصلاة والخروج منها معترفا الاعتراف باللسان ما قالت الرواية مقرا لأن الإقرار قد يكون بالقلب من دون اللسان وقد يكون باللسان أيضا لكن الاعتراف لا يكون إلا باللسان معترفا في داخل الصلاة معترفا بفضل محمد سيد عبيده وإمائه أين يذكر محمد في داخل الصلاة في التشهد الوسط والأخير معترفا بفضل محمد سيد عبيده وإمائه والموالات لسيد الأوصياء وأفضل الأتقياء علي سيد الأبرار وقائد الأخيار وأفضل أهل دار القرار بعد النبي الزكي المختار ثم بعد هذا أله تقولون من أن صلاة آبائنا وأجدادنا كانت باطلة إنها باطلة وحق دماء نحر الحسين القرآن يتحدث عن بطلان صلاتهم الأحاديث تتحدث عن بطلان صلاتهم لأنهم كانوا على دين باطل الأمل في شفاعة إمام زماننا الأمل في رحمة إمام زماننا لنا ولهم القرآن واضح والذين هم بشهاداتهم قائمون إذا ما قاموا بشهاداتهم فهم يحافظون على صلواتهم والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون أما غير هؤلاء مصيرهم أسود والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون أعود إلى الرواية إن الصلاة إذا ارتفعت في أول وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول حفظتني حفظك الله حفظتني حفظك الله بماذا حفظت الصلاة والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون هذه معارض الكلام هذه معارض الكلام الذين يستنبطون لكم هراء الفتاوى بحسب منهج الشافعي أما معارض الكلام فهذه هي فهذه هي إن الصلاة إذا ارتفعت في أول وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول حفظتني حفظك الله بماذا حفظت الصلاة القرآن يقول والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون يحافظون على صلاتهم حينما يقيمون شهاداتهم حينئذ يقيمون الصلاة وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها ماذا قال لنا إمامنا العسكري من أن أكبر حدود الصلاة أن نعترف بفضل محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما أين يكون ذلك في التشهد الوسطي والأخير وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول ضيعتني ضيعتك الله لقد ضعتم ضعتم ضيعونا ضيعونا هؤلاء لا أملك إلا أن أقول يا ولدي لقد ضيعونا وضعنا وضاعت مسالكنا لا دنيا ولا آخر وقت الحلقة انتهى أختم بهذه الرواية كان في نية أن أتحدث في جهات أخرى من هذه المسألة من ذكر علي الواجب القطعي في الصلوات الواجبة أختم بهذه الرواية لازلت أقرأ من الكاف الشريف من الجزء الثالث صفحة ميتين وثلاث وخمسين إنه الحديث التاسع من الباب مية وسبعة وستين بسنده بسند الكليني عن عبيد بن زرارة عن إمام الصادق صلوات الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله مثل الصلاة مثل عمود الفصطاط الفصطاط الخيمة الكبيرة العالية مثل الصلاة مثل عمود الفصطاط إذا ثبت العمود في وسط الخيمة الكبيرة المرتفعة العالية إذا ثبت العمود نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء الأطناب الحبال لأن الخيمة لا يمكن أن نقيمها من دون حبال الأوتاد إنها المثبتات التي تثبت في الأرض قد تكون خشبا قد تكون حديدا قد تكون حجرا والغشاء الغشاء هو سقف الخيمة قماش الخيمة مثل الصلاة مثل عمود الفصطاط إذا ثبت العمود نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء وإذا انكسر العمود لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء لا الأطناب تنفع ولا الأوتاد ولا الأغشية حينئذ ولا الأقمشة هذا هو معنى الصلاة عمود الدين لأنها وجه ديننا ولا بد أن يكون وجه ديننا حسنا لأن ديننا حسن جميل وهل هناك من جمال كجمال علي في بعده الحسي وفي بعده المعنوي جمال صلاتنا ذكر علي من دون علي صلاتنا قبيحة من دون علي صلاتنا مشينة صلاتنا كريهة صلوات على علي زينوا مجالسكم بذكر علي ذكر علي عبادة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله ذكر علي عبادة ذكره في الصلاة هو عبادة العبادة وذكره خارج الصلاة عبادة وعبادة حقيقية وأفضل العبادة يا علي يا علي يا علي يا علي يا أبا الغيث أغثني يا علي أدركني يا محمد يا علي يا علي يا محمد أكفيانا فإنكما كافيان وانصرانا فإنكما ناصران سلام سلام على إمامنا وسيدنا صاحب الزمان ورحمة الله وبركاته وقت الحلقة صار طويلا حينما أتحدث عن علي إنني أمتلئ نشوة وأمتلئ بهجة لكنني ماذا أصنع لهذا الوقت يطيب لي أن أستمر وأنا أحدثكم عن علي عن الكرامة والشرف والفخر والزينة والطهارة والجمال لكنني أختم حديثي وأنا أردد يا علي 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 نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله أمان الله أمان الله يا علي أمان الله